بحجج واهية وأساليب مختلفة تستمر عمليات التغيير الديمغرافي في العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني عام 2003 بشكل منظم ومدروس على يد الميليشيات المدعومة حكومياً وبتخطيط ورغبة طهران تحت غطاء أمريكي تهدف عمليات التهجير والقتل والتغييب القسري لتحقيق التغيير الديمغرافي على يد زعماء الحرب من ميليشيات الحجد والأحزاب السياسية مخلفة بذلك مئات آلاف المشردين والقتل والمفقودين ووفقاً لتقارير محلية وبرلمانية فإنما لا يقل عن عشرين مدينة ونحو ثلاثمائة قرية عراقية تعرضت لعمليات تغيير كبيرة في بيئتها السكانية رافقتها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعد محافظات التأميم نينوى بابلة وصلاح الدين وديالة والبصرة وبغداد وحزامها بشكل خاص أبرز المناطق العراقية التي نشطت فيها عمليات التغيير الديمغرافي التي تنوعت أساليب تنفيذها من مكان لآخر التغيير الديمغرافي في العراق يسير وفق تخطيط ورعاية إيرانية ضمن برامج الحكومات المتعاقبة وسطوة الميليشيات المتنفذة ومن خلال تجدد العمليات العسكرية والاعتقالات تارة وتجريف الأراضي الزراعية بذريعة الإرهاب تارة أخرى كما حصل مؤخرا حين قامت ميليشيات مسلحة بتجريف نحو ثلاثين دونما من البساتين بمنطقة التاجي شمالي بغداد أو بحجة إقامة المشاريع الاستثمارية والمدن السكنية أما آخر أساليب تغيير تركيبة العراق السكانية فهو ما تسعى إليه أحزاب وميليشيات موالية لإيران تدفع باتجاه تشريع قانون جديد يعطي المقيم لمدة عام واحد فقط إمكانية الحصول على الجنسية العراقية بحسب مصادر نيابية في خطوة لتحويل العراق إلى بيئة طائفية عبر تجنيس مئات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان بدوافع طائفية ما يهدد تركيبة البلاد الديمغرافية ويعد محاولة لطمس هويتها العربية